اسبوعان من المعارك الضارية في اوكرانيا تتسارع معها التطورات ويستمر القتال على عدة محاور من بوابة العاصمة كييف يصر الروس على حسم المعركة وليس بعيدا عنها وتحديدا في تشيرنوبل حيث تبسط القوات الروسية سيطرتها على المنشأة النووية الاشهرة في العالم تعلن الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدان الاتصال بانظمة مراقبة المواد النووية في تشيرنوبل وهذا ما يعني ان المنشأة النووية الاوكرانية لم تعد بعد اليوم تحت انظار الوكالة الدولية تنتقل المعارك جغرافيا في اوكرانيا ومع انتقالها يزداد اسرار كييف اكثر للحصول على طائرات مقاتلة وفرض منطقة حظر جوي فوق اراضيها لكن يبدو ان للغرب رأي اخر فقد رفضت الولايات المتحدة مقترحا من بولندا يقضي بتسلم الجيش الامريكي مقاتلات بولندية من طراز ميك 29 ليتولى بعد ذلك تسليمها لاوكرانيا مقترح غير قابل للتطبيق هكذا اعتبره الناطق باسم وزارة الدفاع الامريكية جون كيربي اما الحليفة الاوروبية الاخرى بريطانيا فترى ان الدفاعات الجوية الاوكرانية تمكنت من تحقيق نجاح كبير في مواجهة الطائرات الروسية ومن المرجح ان تمنع روسيا من السيطرة على المجال الجوي تقول الدفاع البريطانية التقييم البريطاني يتحدث ايضا عن فشل القوات الروسية في تحقيق اي نجاحات مهمة في القتال شمال غربي كييف على الجانب الاخر تقول وزارة الدفاع الروسية انها حصلت على وثائق سرية تثبت خططا اوكرانية لشن هجوم على الانفصاليين المدعومين من موسكو في دونباس شرق اوكرانيا شهر مارس الجاري اما انسانيا فيدخل اليوم قرار وقف اطلاق النار الذي اتخذته وزارة الدفاع الروسية لاجلاء المدنيين من كييف وخاركيف وشيرنيهيف بالاضافة الى سومي وماريو بول حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة العاشرة بتوقيت موسكو